خلينا نروح مع حضراتكم الكواليس في ما حدث في الاجتماع اليوم مع كابتن حسام حسن وتوأمه كابتن إبراهيم حسن البداية كانت مبارح جلسة أبدأ فيها كابتن حسام حسن جمعت بين كابتن حسام وكابتن إبراهيم مع اتحاد كرة القدم في العاصمة الإدارية خلال الجلسة كابتن حسام أبدأ ترحيبا بتكليفه مديرا فنية للمنتخب انتهت الجلسة بالاتفاق ما بين كابتن حسام وكابتن إبراهيم أن يتولوا تدريب المنتخب صباح اليوم وزير الرياضة كان حريص على عقد جلسة منفردة ومطولة مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم لأنه بعد الجلسة الأولى اللي تم الاتفاق فيها على كافة البنود التعاقد لقيادة منتخب مصر وزير الرياضة كان حريص على توجيه عدة نصائح للتوأم قبل قيادة الفراعنة بشكل رسمي جاء في مقدمتها النصح بالابتعاد عن الأخطاء الماضية واتخاذ طريقة جديدة تتناسب مع قيادة الفراعنة طبعا هنا خلينا نكون واضح هنا النصيحة الأولى كان يتكلم عن العصبية أو النصيحة الثانية من وزير الرياضة للتوأم بالاتعاد عن العصبية والتحلي بالهدوء خاصة وأن الأمر داخل المنتخب يختلف عنه في الأندية وأن الثناء سيحمل طموحات وأمال المصريين على كتفه وجاءت تالت نصائح الوزير بضرورة فتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين وجميع المسؤولين في الكرة المصرية ما بين إداريين ولاعبين بما يخدم مصلحة مصر بعد الجلسة الساعة خمسة تم عقد اجتماع الاتحاد كرة القدم مع كابتن حسام في الاتحاد الكرة للحديث حول الجهاز المعاون كابتن حسام لم يطلب سوى أن جهاز المعاون هو الذي يستمر معه بوجود كابتن طريق سليمان مدرب عام وكابتن سعفان مدرب حراس وكابتن وليد بدر مدير إداري اتحاد الكرة حاول إقناعه بتواجد كابتن محمد يوسف ولكن رغبة الأخير كانت الاعتذار بعد وجود مدرب وطني وهو حسام حسن حسام حسن قال كده الاتحاد الكرة عاوزيني أنجح وحيبقى بالناس بتوعي ده كلام كابتن حسام حسن دي ما حدث خلال الـ 24 ساعة من المبارح وحتى هذه الله